وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت السيدة ميرنة خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين أكدت أن مملكة البحرين تلعب دورا ملحوظا وتتمتع بتاريخ طويل في الدعم والمشاركة في العمل العربي المشترك من خلال القيادة الحكيمة لجلالة ملك البلاد المعظم والتي عززت من لغة الحوار والتفاهم بين الدول العربية جامعة الدول العربية هي المنظمة الإقليمية الرئيسية هي الإطار القانوني للدول العربية التنسيق الدائم بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على كافة الأسعدة هو ركيزة يعتمد عليها في حل حلات كافة شؤون العالقة ذلك من خلال متابعة التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي بحيث تعقد الجامعة قممها العربية العادية وغير العادية والطارئة لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كذلك لمتابعة القضايا العاجلة لاتخاذ إجراءات سريعة وفورية للتعامل مع هذه الأزمات مثال على ذلك مبادرة السلام العربية التي طرحت في قمة بيروت عام 2002 من قبل مملكة العربية السعودية والتي تعتبر ركيزة لحل القضية الفلسطينية أمام هذه التحديات الحالية التي تواجه العالم اليوم يصبح التوافق العربي التي تؤمنه جامعة الدول العربية كأنه خشبت خلاص لمستقبل عربي مشرق مملكة البحرين تلعب دورا ملحوظا وتتمتع بتاريخ طويل في الدعم والمشاركة في العمل العربي المشترك وبالقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعزز مملكة البحرين الحوار والتفاهم بين الدول العربية وتدعم بشكل ثابت القضايا العربية الأساسية خاصة القضية الفلسطينية إن علاقات مملكة البحرين المميزة مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية كما وسائر الدول الشرقي منها والغربي وانفتاحها على الحوار وعلى تقبل الآخر تعتبر مفتاح لبذل الجهود في تضليل العقبات وإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأفريقاء لحل أي تفاوت في وجهات النظر ترجمة نانسي قنقر